اشتركوا في القناة مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية نحن كما تعلمون نتحدث عن الآداب في كتاب الله سبحانه وتعالى أو بعبارة أوضح الآداب الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى بدأنا نتحدث عن آداب الطريق ما هي الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان عندما يسير في طريقه في شارع في ساحة في ميدان من الميادين يسير بين الغادين والرائحين آداب تتعلق بالطريق تحدثنا عن طرف من آداب الطريق في الحلقة الماضية والتي قبلها وهناك بقية ما تزال من الحديث عن آداب الطريق لم نوفيها حقها من آداب الطريق ما يوصي به كتاب الله عز وجل الإنسان من غض البصر وصية يواجه بها كتاب الله عز وجل كل من الرجال والنساء معا يقول وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَقُولْ أيضا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ هذا أدب من الآداب التي يذكرنا بها كتاب الله عز وجل عندما نسير في الطريق وكلمة الغض كما قد قلت لكم في نهاية الحلقة الماضية الغض لا تعني الإغماض إغماض العين بشكل كلي وإنما تعني نقيض التحديق أي لا تحدق النظر وأنتم تسيرون يمينا وشمالا نعم تلتقطون الصور والمظاهر التي من حولكم وأنتم تسيرون في طريق هذا ليس مناسبا وليس لائقا للإنسان عندما يسير في طريقه لمهمة من المهام أو لقضاء غرض من الأغراض هذا معنى الغض بل إن بيان الإلهي يبالغ أيضا عندما يقول من ومن للتبعيد وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما قال يغضوا أبصارهم يعني لو قال وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا يعني يدل على تبصير القرآن الإنسان بالذوق بالذوق العالي أنظروا وتمتعوا بما ترون في الطرقات لكن دون تحديق ودون متابعة للأشياء التي ترونها هناك أناس مختلفوا الظروف مختلفوا الأشكال الرتب نعم ما كثيرون هم الذين لا يحبون أن تتعقبهم الأبصار إذن ينبغي للسائر في الطريق أن يستعمل بصاره لما تقتضيه مصلحته وهو يسير هذا المعنى هو الذي تعبر عنه هذه الجملة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كذلك وجه هذا الكلام إلى النساء فقال وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهم هنا هذا الغض أيها السادة والسيدات الهدف منه عام وليس كما قد يتصور البعض يعني الشارع ينهى الرجال عن متابعة النساء بالنظر وينهى النساء عن أن يتابعن الرجال بالنظر لا ليس الأمر متجها إلى هذه الخصوصية الأمر عام من آداب الطريق من آداب السير في الطريق أن لا يستعمل أحدنا بصره إلا ضمن الحاجة نعم وأن لا يتتبع أحوال الناس يمينا وشمالا وهنا وهناك لأنه سيقع على صور كثيرة أصحابها يتمنون أن لو كانوا مستورين أن لو لم يطلع أحد عليها نعم الطريق يجمع أشكالا وألوانا هذا شيء رائع يعني هذا الأدب الذي يلفد البيان الإلهي نظرنا إليه ينمي في كيان الإنسان ذوقا عاليا وحساسية مرهفة دقيقة في أصول تعامل الناس بعضهم مع بعض طيب ننتقل الآن من حديث عن آداب الطريق إلى آداب المجالسة والحوار كذلك القرآن يحدثنا عن آداب المجالسة وآداب الحوار الذي يكون بين المتجالسين ولعل فينا من يعجب ويتسأل القرآن يعني يتتبع دقائق الآداب إلى هذه الدرجة نعم لكن طبعا الذين هم غرباء عن القرآن معذرون إذا سألوا هذا السؤال لأنهم لا يقرؤون القرآن لكن الذين يستجيبون لأمر الله القائل واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك ويتدبرون كلامه يدركون هذا الذي أقول نعم إذن القرآن يحدثنا عن آداب المجالسة وآداب الحوار الذي يكون بين المتجالسين أولا المجالسة بين الناس في أندي في بيوت في لقاءات نعم بأماكن مختلفة معدة لبعض الأمور الاجتماعية هذه اللقاءات يعني ما هي الأهداف التي التي ينبغي أن تكون هذه اللقاءات خادما لها البيان الإلهي يضعنا أمام ثلاثة أهداف لاحظوا كلام الباري عز وجل داخر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذن هي ثلاثة أهداف يعني أفضل ما يجتمع الناس من أجله إذا ضمهم مجلس في مكان ما أفضل ما يمكن أن يجتمعوا من أجله من الأهداف هو هذه الأمور الثلاثة صدقة يعني الأناس فقراء مجتمع متفاوت الرتب هناك طبقية متفاوتة هذه مشكلة ينبغي أن تعالج من أهم الأهداف التي يشرع لها اللقاء وتشرع لها المجالسات من أهم الأهداف البحث في وسائل لتقريب الطبقات المتخالف اقتصاديا ولسد الثغارات التي تنبع عن حاجات بعض الناس أي لقاء يتم من أجل معالجة هذه المشكلة لقاء قدسي هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة كلمة صدقة ليست بمعنى خصوصية يعني صدقة يقدمها غني لفقير لا وإنما المراد معالجة حالة اجتماعية نعم تتجلى المشكلة في طبقية متفاوتة جدا تنذر ب نعم مشكلة اقتصادية ممكن تنتج عنها نتائج سيئة نعم فهذا هو الهدف الأول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة الهدف الثاني أو معروف لقاء يتم في بيوت في أماكن في منتديات من أجل المذاكرة في معروف غائب ينبغي أن نلفت النظر إليه أو في منكر منتشر ينبغي أن نلفت النظر إليه نلفت النظر إلى بعض أنواع المعروف الغائبة نعم نتذاكر في ضرورة إيجاد هذا المعروف والاهتمام به نعم والتسويق له بين الناس نتحدث عن بعض المنكرات التي تتنامى والتي ما ينبغي أن تكون موجودة نتلاقى من أجل أن نتحاور في سبيل طيها وفي سبيل القضاء عليها وبالطرق الحكيمة نعم لاحظوا الشارع عز وجل يقول أن التداعي إلى اللقاء من أجل هذا أمر قدسي ومشروع طيب ممكن أن لا يكون هناك تلاقين طرف واحد يمارس العمل المباشر لغرس المعروف الغائب أو لاجتفاث المنكر الموجود لهذا غلط لأن هذا العمل من طرف واحد ربما يحقق مشكلة أكبر ربما يوجد في المجتمع نزيفا نعم لكن عندما يتداعى إليه الناس من شتى الفئات ومن شتى الطبقات فيتعاون فيما بينهم نعم ويتذاكرون في أقرب الوسائل والطرق لتنمية معروف ينبغي أن يكون موجودا ولا وجود له أو القضاء على منكر مع الأسف موجود وينبغي أن نجتفذه عندما نعالج ذلك بالحوار وبالتلاقي لن يترك لن تترك هذه المعالج أي آثار سلبي لاحظ ما يرمي إليه بيان الله عز وجل طيب الهدف الثالث أو إصلاح بين الناس هذا هو الهدف الثالث إذن الهدف الأول إيجاد تقارب بين فئات المجتمع اقتصاديا الهدف الثاني إزالة المنكرات إذا كانت موجودة أو غرس أنواع المعروف إذا كانت غائبة لكن عن طريق الحوار نعم الهدف الثالث إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس النجوة يعني المحاورة نعم الإصلاح بين الناس هناك خصومة تستشري بين فئات من الناس لابد من وجود أناس يتداركون الأمر يطفئون نيران هذه الخصوم ويعيدون الوئام إلى هؤلاء الأفراد المتخاصمين هذه مهمة قدسية جدا جدا نعم وكل صراع وكل خصام يستشري بين فئات يتحمل المجتمع وزرها هذا شيء ثابت ولا خلافة فيه يعني أناس فيها من الفئات عائلة من العائلات نعم استشراء الصراع فيما بينها لسبب ما لأي سبب من الأسباب ولم يلتفت أحد ممن يحيطون بهذا المجتمع وممن يحتكون بهذه الأسرة لم يلتفت أحد منهم إلى هذا الصراع الذي يستشري وإلى هذه الخصوم التي تتزايد كلهم آثمون نعم لابد أن يتعاونوا وأن يبذلوا كل ما يملكون من جهد في سبيل نعم إطفاء ضرام هذه الخصومة نعم وعندما يفعلون ذلك يكتب الله لهم أجرا عظيما جدا نعم والدليل على ذلك نهاية الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو استهم بيننا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤته أجرا عظيما إذن هذا هو أهم ما يشرعه بيان الله عز وجل من الأهداف لتلاقي الناس في أنديتهم في بيوتهم في مجتمعاتهم المختلفة هذه الأهداف الثلاثة ربما يقول قائل طيب وما في هدف رابع يعني افرض أننا اجتمعنا للتسلي افرض أننا تلاقينا من أجل يعني أن نزجي الوقت وأننا نتكلم في بعض الفكهات وأن نريح أنفسنا من جهود العمل وما إلى ذلك أليس هذا مشروعا أيضا الجواب الشارع يتحدث عن أهم وأقدس الأهداف التي ينبغي أن لا نقصر في التداعي من أجل معالجتها لكن لا شك أن هناك لقاءات تتم لا ضير فيها مفتوحة اللقاء الذي يتم بين إخوها وبين أصدقاء من أجل يعني التخلص من تعب من أجل يعني إدخال شيء من السرور ومن المرح في النفوس هذا ليس محرما ليس محرما بل ليس هناك ما يمنع ومن ذلك لكن بشرط أن يكون هذا المجلس الذي يهدف إلى إراحة النفس إدخال شيء من السرور في القلب أن لا يكدره محرم أن لا تمتزج به أشياء نهى الله سبحانه وتعالى عنها فإدخال السرور بعض الناس بعضهم بعض نتدعى من أجل أن نتواسى من أجل أن يدخل كل من السرور على قلب صاحبه ربما كان فيه ثواب أيضا لكن وسائل إدخال السرور وسائل المرح وسائل الراحة وسائل الفكهات واسعة الأرجاء لا يجوز لنا أن نقتحم المحرمات من أجل الوصول إلى هذا الهدف إذا نعم لاحظنا وراعينا هذا الجانب فلا بأس بشكل من الأشكال بل إن الشارع يذكرنا بأن مجالسة الرجل لزوجته بعد العشاء في سهارات متطاولة من أجل إدخال السرور عليها ومن أجل أن تدخل هي السرور على زوجها عباده نعم هي عباده ويتقرب الإنسان بذلك إلى الله سبحانه وتعالى في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا إذا الإنسان صلى العشاء نعم لا سيما في ليالي الصيف القصيرة يفضل أن لا يسر يفضل أن ينام باكرا من أجل أن يكون له منهاج لقيام الليل قبيل الفجر نعم نعم لكن إذا كان سهر في سبيل نعم إدخال السرور على أفراد الأسرة من أفراد الأسرة لأفراد الأسرة هذا شيء جيد وهذا أمر مثاب عليه وهو شيء يدعو إليه كتاب الله عز وجل ويأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب إذا عرفنا الآن أهم ما يشرعه بيان الله عز وجل في القرآن من الأهداف للتلاقي في أنديه في مجتمعات في بيوت في نحو ذلك طيب الآن تعالوا ونتحدث عن آداب المجالس تداعينا واجتمعنا وجلسنا طيب اجتمع هؤلاء الإخوة في ميعاد معين في دار معين وامتلأت يعني أطراف الغرفة أو القاعة بالجالسيين وجاء إنسان متأخر نعم ونظر فوجد أن الأماكن كلها أصبحت مشغولة لم يبقى مكان شاغر نعم ما الحل ما الحل الذي يتفق مع الآداب الاجتماعية نعم هل الحل أن نطلب من أحد الجالسين أن يقوم ليجلس هذا القادم المتأخر في مكانه نعم لا ليس هذا حلا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى رسول الله عن ذلك اتمارا بكلام الله الذي سنتحدث عنه نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه من قبل الشيخين لا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه نعم ولكن تفسحوا وتوسعوا طيب إذن ليس الحل عندما يأتي زيد من الناس أن يقيم هذا الرجل القادم أو رب البيت يقول لفلان قم ليجلس فلان وفي مكانك هذا لا يتفق طيب هل القرآن يمنعه من ذلك نعم الباري عز وجل يقول إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يعني إذا طلب منكم أن تفسحوا فهذا ينبغي أن تستمعوا وأن تطبقوا لكن لا إذا قيل لكم إذا قيل لزيد من الناس قم هذا خطأ ممن أمره بالقيام لكن إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله هكذا يقول الله عز وجل طيب ما ما نتفسحه الآن نحن جالسون هكذا نعم لكن طبعا عندما يجلس الإنسان يحاول أن يتخذ أوسع مجال لنفسه لكي يستريح إذا غير جلسته نعم يأخذ مجال أكثر مما يحتاج إليه عادة والذي يليه كذلك يأخذ مجالا أكثر مما يحتاج إليه والذي يليه هكذا طيب جاء رجل نعم بعد أن تكاملت الجلسة والسدة الثغرات طيب ماذا نصنع نطلب من كل واحد من الجالسين أن نعم يأخذ القدر الذي يحتاج إليه من المكان نعم ما ما ينبغي أن يتزيد كما كان يعني يأخذ راحته أكثر من اللازم نعم عند أيذن نعم يجلس بالقدر الذي يحتاج له والآخر كذلك وإذا بمكان اتسع هذا معنى تفسحه الحل هو أن يتفسح المجلس لا أن يؤمر زيد من الجالسين بالقيام هذا غلط نعم لماذا يعني القرآن لهذه الدرجة هذا أتكيت يعني يصر على ذلك نعم لأن الشارع حريص على أن تتصف العلاقات الإنسانية العلاقات الاجتماعية بالأخلاق الرضي السامي ويحذر جدا جدا من أن تتسرب عوامل إساءة الأخلاق يحذر المجتمع وأفراده من عملين يستوجب تسرب شيء من الضغينة تسرب شيء من الحقد تسرب شيء من الكراهية لتصرف هذا الإنسان هذه الكراهية نعم سيطويها هذا الإنسان في نفسه لكن مع الزمن ستحول ستتحول هذه الكراهية إلى نوع من البغض إلى نوع من العداوة وإذا بالأخلاق الرضية التي نعم أقامها الشارع بين أفراد المجتمع تحولت إلى نقيض ذلك هناك تصرفات بسيطة بحسب الظاهر لكن هذه التصرفات البسيطة هي من الخطأ بحيث تنمي البغضاء نعم من ذلك هذا الأمر فالشارع يحذر القرآن والنبي يفصل يقول لا يقم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسح نعم وتوسع وشرعت لكم معنا التفسع والتوسع زيد من النس أخذ مجال واسع وبيوسعه أن أخذ نصف هذا المجال ويكون مستريحا نعم إذا كثر الجالسون وضاق المكان فالحل هو التفسح هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لكن لا يوجد شيء صاحب الدار ما لازم ما ينبغي أن يقيم الجالس والوافد أيضا ما ينبغي أن يقيم الجالس لكن أرأيت لو أن أحد الجالسين دفعه الأدب والتواضع إلى أن يقوم فيؤثر الداخل يؤثره بالمجلس الذي كان فيه هذا شيء رائع لأن هذا يدخل في باب الإثار وباب الإثار أدب من الأدب الاجتماعي التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى لا هذو كيف تتكامل الأمور نعم فصاحب الدار لا يفعل شيئا والداخل أيضا نعم ينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس كما سنقول دخل رأسا يجلس حيث انتهى به المجلس أينما كان لكن إذا دفع الأدب والاحترام أحد الجالسين أيا كان أن يقوم فيؤثر هذا القادم بالمجلس الذي هو فيه هذا شيء رائع جدا جدا والشارع يدفع إلى ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم فهذا هو الحل الأمثل والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ثبت في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل جلس حيث انتهى به المجلس هكذا كان شأنه لكن هذا المكان الذي يجلس فيه حيث انتهى به يتحول إلى الصدر مكان النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون هنا قبل أن يأتي هذا آخر المجلس لكن عندما يجلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان تتوجه إليه الأنظار جميعا وإذا بهذا المكان أصبح هو صدر المجلس نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يعلمون أن الإنسان إذا دخل والمجلس نعم متكامل الأماكن لم تعود فيها أي ثغرة نعم ما ينبغي يتنحن وأن ينظر هكذا يمينا وشمالا كأنه يحاول أن يتقدم بنظرات التأديب إلى الجالسين كأنه يقول أليس فيكم من يتأدب ويقوم ليجلسني في مكانه لا 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 نعم ينبغي رأسا إذا دخل أن يجلس حيث انتهى به المجلس نعم هذا ما يقوله بيان الله وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا أرأيت لو أن ضيوفا دخلوا مجلس مجلس زيد من الناس دخلوا داره نعم وكان المجلس قد استمر وامتد وامتد والمفروض أن يمتد أكثر لكن صاحب الدار مشغول صاحب الدار يعني لا يستطيع أن يجلس أكثر من هذا طيب أليس له أن يقول يا أخوانا والله الوقت انتهى وأنا مضطر أن أترك المنزل فإذا سمعت بعبارة صريحة إذا سمعت أنه المجلس وخليه واطلعوا بقى لا ضير في ذلك والله عز وجل يقول وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا نعم هذا ما ينبغي أن يكون ويبدو أن الوقت قد أدركنا سنتابع إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقات الآتية والسلام عليكم ورحمة الله